احترام الجسد الناس كتيرا ما بتقاش فاهم يعني ايه احترام الجسد لما بقول لهم دايما عاصل الكلام دوت انا قلته كتير وضربت الناس عليه كتير ويا سلام لما سمعوا الكلام دوت حياتهم اتغيرت يعني ايه احترام الجسد عندنا مفهوم غلط ان احنا بدل بقينا زوجين طول ما انا ماشي كده اخبط في شريك حياتي لا هو من حقه ان هو يحتفظ شوية باحترام جسده هل معنى كده ان احنا بنقول بالتباعد الجسدي لا 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 فيه فرق كبير ما بين التقارب الجسد اللي بيخلي فيه مواد ده ما بين ان انا احس ان جسدي محترم ما يبقاش كل شوية حد يخبطني او حد يضيقني او حد يخليني قاعد حاسس ان انا متحرج وبيبقى ده زيادة قوي عند بعض الناس ان عندهم بيخافوا على جسدهم فيه بنات كتير لما تجي تتجوز بتبقى بتخاف على جسده اه بنقول لها تغير ده بس جزء من الاحترام الزواجي ان احنا الراعي ده ان احنا الراعي ان الجسد بتاعه ليه خصوصية ان جسده ليه خصوصية ما بنقولش بالتباعد لهم بنقول بالاحترام كل ده اشكال من اشكال الاحترام شكلي كمان من اشكال الاحترام احترام الروح يعني وده خاص بمسألة الاحترام بالجزء الديني وكأن احنا بنقول احترام العقل احترام الدين احترام كمان العرض احترام كمان في احترام الدين بقى احترام الروح فما حدش يتريع على طاعة بيعملها حد يا سلام بقى لما تشوفش الراجل يقوله يعني خديني على جناحك أو يا سيدي خلاص مش للدرجات دي يعني لما يكون مثلا بيمنعها أنها تغتاب أو تنم أو أنه هو مش عايز يتكلم في حد تقوله خلاص يعني أنت اللي فينا متدين ده كله مش شيء إيجابي أو حتى ما يسخرش من معصيته أو يعيروا بيها فالنصيحة لها طريقة والطريقة دي أفضل ما تكون ما بين الزوجين عشان يحترموا بعض والاحترام المبادل بقى دوات الاحترام الزواج ده لازم يكون متبادل لو تم بطريقة حرفية وكويسة بيبني الثقة ما بين الزوجين ويفتح بقى بواب السعادة على مصر عايها فالاحترام مش بيستبق أنك تفضل دايما إيه اللي حاصل ما تسقشي لفظية أو جسدين لشريك حياتك ولكن أنك كمان تظهر التأدير والامتنان والمحبة وعشان نعرف إزاي نعيش بالمهارة دي عندنا شوية خطوات كده نعلمها لكم احنا في أي مهارة بنساعدكم إزاي المهارة دي تبقى عندكم بإن احنا نشرح لكم إزاي تكون موجودة أول حاجة الاحترام المتبادل المهارة دي بتشمل شيء مهم جداً دي جداً إن كل واحد فينا يقدر شريك حياته يعني يقدر شريك حياته يحترمه كشخصية فريدة دايماً بقول لكم لازم يقول لها إن هي قطعة ما حصلتش تقتاني ولازم هي تفاهمه إن هو البطل فدي مهمة جداً في شريك حياته في الاحترام الزواجي إن كل واحد فينا يحسس التاني بالإيمال اللي فيه حضرة النبي يقول يسأله من أحب الناس إليك يقول عائشة ليس عن ذا نسألك يا رسول الله لكن نسألك عن الرجال قال أبوها فينسبه ينسب سيدنا أبو بكر صديقه الصدوق إلا السيدة عائشة عشان تحس بأهميتها ومكانتها عنده ولزيك لازم نفهم ونتعلم إن التقدير والاحترام ده شيء مهم جداً وهنا ما فيش فرق ما بين الزوج والزوجة فكل واحد فيه كل واحد فيه محتاج للإحترام ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف الحاجة التانية بقى الجزء التاني أو الخطوة التانية أو السلوك التاني اللي بيه تقدر تحصل مهارة الاحترام الزواجي الاحترام للخصوصية والحدود ده معنى إيه؟ معنى إن كل واحد فينا كل واحد من الزوجين يحترم حدود الحدود الشخصية اللي يشيرك حياته فما يتدخلش في الأشياء اللي بيفضل شيرك حياته إنه هو ما يتدخلش فيها زي مثلاً علاقته بأهله ما يجيش يسألها ده مش من الاحترام الزوجي إن أنا سألها أنت كنت بتقولي إيه المامتك دلوقتي ولا هي تقوله أنت قلت إليه أختك إيه؟ ده ليس من الاحترام احترام الخصوصية كمان احترام الممتلكات أقول لكم حاجة لازم نعرف إن احترام الممتلكات شيء مهم جداً جداً فيه دجالة كتير مراتاتهم لما تقول لهم ما تاخدش مفتاح العربية بتاعتي من غير إذني يتدايق جداً ويعتبر دوت إنهم مش نوع من أنواع الاتحاد لا هي بعايزة تشوفك أنت بتحترمها وبتحترمها ولا لا لأن احترام الممتلكات ده شيء مهم هل ده معنى كده إن هي ما تسمحش لزوجها اللي هو يسوق عربية أنا ما قلتش كده بس الاستئذان شيء مهم قوي وإنتم سمعيني دلوقتي الأزواج سمعيني طبعاً الأزواج اللي توجعوا وإنتم كمان وإنتم بتتعاملوا ده حاجات بيتربى عليها الشباب هو الاستباحة اوعى تمارس الاستباح ابني العزيز اللي سمعني دلوقتي وإنت مقبل على الزواج إياك والاستباح ما تستبحش شريكة حياتك وإنتم لو كنتم عايزين تعدلوا من علاقاتكم الزوجية وتجددوا علاقاتكم الزوجية ارجعوا عن الاستباحة الاستباحة يعني إنك تتصرف في ممتلكات شريك حياتك زي ما أنت عايز لا دايق زي ودايقه سواء كانت الفلوس سواء كانت الأدوات سواء كانت أي حاجة هقولك حاجة في ستات جدا جدا تتدايق لما حد يستخدم معجون السنان بتاعها ترجمة نانسي قنقر